عدة صحف ووسائل إعلامية مختلفة من بقناعة الواشنطن بوست بتنقل عن توصية موجودة أمام إدارة بايدن أنه بتطالب أو بتقترح أن يحصل مقاطعة دبلوماسية أمريكية للأولمبياد الشتوية اللي هتحصل في الصين في 2022 والتقارير الصحفية بتقول أن إدارة بايدن غالبا هتوافق على هذه التوصية الخطوة دي بتيجي بعد تصاعد الضغوطات المختلفة على مقاطعة أو موقف تجاه الصين بسبب تعاملها مع المسلمين بسبب انتحكات حقوق الإنسان اللي بتحصل في هونغ كونغ بسبب سلوك الصين عمتا ومش مقصورة على الولايات المتحدة الأمريكية بل هذه الدعوات موجودة في دول أخرى زي دول أوروبية مختلفة وكندا وأستراليا يعني سان يمكن هذه الخطوة هي أضعف الأيمان فيما يتعلق بالتعامل مع الصين حاليا وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والإبادة اللي عم تصير بحق الأولغور يعني المجتمع الدولي اللي فشل مرارا وتكرارا بمنع الإبادة أو بمعاقبة على الأقل المسؤولين عنها يعني ما بدنا يا كمان يحولنا لمشاركين بهذه الجريمة من خلال تطبيع العلاقة مع الأنظمة والحكومات اللي عم تعمل هيك ممارسات وهيك انتهاكات لأنك أنت بها العملية مو بس عم تطبع أشخاص وحكومات أنت عم تطبع الجريمة نفسها فنحنا من الأفضل أنه بها العملية أنه حتى لو كانت خطوات رمزية مثل المقاطعة مقاطعة الأولمبياد أو فرض عقوبات على نظام الأسد أو العسكر بميانمار من الأفضل أنه حتى ولكنت هذه الخطوات رمزية أنه نعملها لأنه بتظل أفضل من التطبيق ترجمة نانسي قنقر